التغييرات كمان نقدر نقول يعني تغييرات موفقة جدا أولا خروج كريم ندفد وياسر إبراهيم كان بسعب الإصابة كريم ندفد جاله شد خفيف كده في السمانة وياسر إبراهيم جاله شد في العدلة الخلفية من الدرجة التانية باقي التغييرات نقدر نقول أقرم توفيق نزل زبط نص الملعب شوية لأنه عندك تغيير ياسر إبراهيم فبالتالي اضطررت ترجع رامي ربيعة اللي نزلته مكان كريم ندفد أنه يرجع مساك جنب منعم وبالتالي نزلته أقرم يكمل في نص الملعب في مركز ستة ريدا سليم مكان حسين الشحات كريم فؤاد مكان بير ستاو وسامبو علي مكان أنتوني مودس ثلاث تغييرات نقدر نقول تغييرات يعني تقليدية مركز بمركز لعب بلعب في نفس المركز ولكن التغييرات التانية الراجل نزل برامي ربيعة في نص الملعب نتيجة إصابة كريم ندفد ولكن لما أصيب ياسر إبراهيم رجع رامي لمركز المساك ونزل أقرم يلعب في مركز ستة في وسط الملعب الأهل عنده الحمد لله بدائل تقدر تغطي أكتر من مركز وعنده لعيبة تقدر تلعب في أكتر من مركز أول حاجة عايزة أطمينكم على كريم ندفد يعني ماتش بلدية المحلة ممكن ما يكونش موجود يعني هيتم راحت شوية إصابة السمانة بتبقى إصابات رخمة شوية هي إجهاد الحمد لله ما فيهاش درجة شدة ولا حاجة إجهاد بسيط حس بشكة كده بسيطة فنتيجة أن كريم ما بلعبش مباريات رسمية بقاله فترة كبيرة فالجهاز الفني فضل أن يريح كريم ندفد نفس الأمر لياسر إبراهيم إصابة شد في العادة الخلفية من الدرجة الثانية هتخد لها مش هقل من أسبوعين يعني ياسر إبراهيم نبدأ نتكلم على إمكانية عودته مع مباراة الزمالك يا آه يا لأ ولكن حتى لو غاب ياسر إبراهيم وهو لعب بالتأكيد يعني عامل موسم متميز جدا مع الآلي في الفترة الأخيرة عندك بدايل كثيرة عندك رامي ربيعة فيه عندك خالد عبد الفتاح لم يرجع من الإصابة بيلعب في مركز المساك عمر كمال عبد الواحد في المباراة المحلية وارج جدا كلر يستعين به في هذا المركز وبالتالي عندك بدايل في هذا المكان أكرم توفي لو أنت لعبت محمد هاني في مركز المساك عندك أكرم ممكن يلعب ظاهر أيما فالحمد للبدايل كثيرة والمراكز تقدر توظف أكتر من لعب في أكتر من مركز فبالتالي ده التشكيل ودي التغييرات والهدف اللي أحرزه حسيني الشحات بتمريرة من أنتوني مودست مصطفى شوبر مش هقول نفس الكلام اللي قلته المرة اللي فاتت هو خلاص مصطفى شوبر دلوقتي أصبح على التراك جاهز بيلعب بشكل أساسي بيدافع عن حراسة باربا النادي الأهلي ومتقلق في المباراتين مصطفى شخصية تقدر تعتمد عليها في المبارات الكبيرة مصطفى شوبر 24 سنة أنا برضو مش قادر التخيل الناس بتتكلم دايما على مصطفى شوبر أو أي لاعب صاعد موجود في النادي الأهلي يا جماعة يوم ما نتكلم على لاعب عنده 19-18 سنة نقوله وقتها لاعب صاعد لكن مصطفى شوبر 24 سنة نقدر نقول الفرصة جات له متأخر شوية يعني هو تمسك بالفرصة وبيلعب دلوقتي ومسك في الفرصة بيده وثنانه لأن الفرصة التاريخية دي ما بتتقررش كتير ولو بصينا كده على مركز حراسة المرمى على مدار تاريخ النادي الأهلي كان بيبقى دايما عندك حارس أساسي على طول بيبقى الحارس الاحتياطي لو الأساسي تعرض لإصابة الاحتياطي بيمسك في الفرصة ممسكش في الفرصة بيجهز لعيب تاني مكانه نرجع كده فلاش باك من أيام الكابتن سابت البطل رحمة الله عليه وبعده الكابتن شريف إكرامي أو الليتين حتى كانوا بيبدلوا مع بعض وقتها لما حصلت إصابة دخل الكابتن أحمد شبير كابتن أحمد شبير لما تعرض لإصابة نفس الإصابة تحت الشناو على فكرة نفس الإصابة بالكتف وقتها بعد ودخل وقتها عصام الحضري والكلام ده كان في 96-97 عصام الحضري تمسك بالفرصة لعب في الناج الأهلي لغاية 2080 بعد عصام الحضري جي أكتر من حارس كان فيه أحمد عادل عبد المنعم كان فيه أمير عبد الحميد كان فيه رمزي صالح أكتر من لاعب دخل في هذا المكان بعد كده جيه محمود أبو السعود وبعد كده دخل محمد الشناوي تمسك بالفرصة أصبح حارس أساسي في النادي الأهلي إلى أن تعرض لإصابة ودخل مكانه حاليا مصطفى شبير في توقيتات معينة في إصابة الشناوي كان بيخش ساعتها علي لطفي وكان بيتألق بيزر بشكل كويس جدا ولكن هو مركز حرصة المرمى في النادي الأهلي كده على مدار التاريخ بيبقى حارس أساسي بيتعملق وبيتألق ولو لا قدر الله في إصابة بيبقى الحارس اللي بعديه لو جدت فرصة تبسك بيها بياخد نسبة كبيرة جدا من المشاركة وممكن يكون حارس أساسي على مدار سنوات طويلة هي سبحان الله بقى الظروف والأمور نفسنا بنتكلم من 97 إلى 2024 يعني بعد 27 سنة إصابة منعت أحمد شبير من الاستمرار في النادي الأهلي وبنفس الإصابة منحة الأمل لمصطفى شبير نجل الكابتن أحمد شبير أنه هو يتعملق ويتألق في مركز حراسة مرمى النادي الأهلي نتمنى التوفيير لمصطفى إن شاء الله بإذن الله مستقبل حراسة المرمى في النادي الأهلي ومنتخب مصر لسنوات طويلة جاية الفترة لجاية حراسة المرمى تقدر تقول على الحارس ده هيبقى تاريخ لما بيوصل لسنة 30 أو 32 ده قمة المجد لأي حارس مرمى ولكن أنا متفائل جدا لأنني أعرف مصطفى من أما كان موجود في قطاع ناشئين شخصيته ولأ قلت الكلام ده هنا في برنامج التريند كذا مرة شخصية مصطفى تسمح له إنه يكون حارس أساسي في النادي الأهلي منذ فترة طويلة جدا واللي جاي لسه كتير هيواجه تحديات كتيرة هيواجه مواقف صعبة كتيرة هيغلط ولكن مهم جدا الإعلام والجمهور يقف في صف الحارس عشان نكسب حارس جديد واعد لمنتخبنا الوطني في الفترة اللي جاي الموهبة موجودة والشخصية موجودة ولكن عشان تحافظ على الموهبة والشخصية لازم ندعم الحارس المرمى سواء في الإخفاق قبل الإشادات في الفترة اللي جاي طيب